وينضم إلينا مباشرة من بغداد المستشار الاقتصادي والمالي السيد حازم السعيد سيد السعيد مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم كان مقررا سيد السعيد أن تتم زيارة الكاظمي إلى السعودية لإحياء اتفاقات مع هيئة الربط الخليجية والحصول أيضا على الكهرباء إلا أن هذه زيارة أرجئت بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العهل السعودي ما الذي سيجنيه العراق من توقيع هذه الاتفاقيات اقتصاديا؟ تحية لقناة الحر الغراء بدلا أن ربط الكهرباء مع دول الخليج عن طريق خطين سيوفر حوالي 500 ميجا مورد للعراق خاصة للمنطقة الجنوبية من العراق مما يوفر أموال طائلة للعراق يمكن استقنامها في مجالات أخرى وكذلك فإن الربط الكهربائي سوف يساهم في انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة لا سيما منها الزراعية والصناعية والاستقراجية والخدمية مما يوفر للعراق أموال يمكن أن يساهم فيها في مجالات أخرى ويقلق مجالا للاستثمار هذا المجال الاستثمار يمكن استثماره من قبل دول الخليج العربي لغرض تنشيط الاقتصاد ككل وأن ربط الكهرباء بالجانب العراقي سوف يقلق مصادر للتمويل تمويل هذه الطاقة ويخلق منافسة بين الدول لكن فنتحدث بالأرقام ونوضح ذلك لمشاهد العراقي سعر الأمبير الإيراني كان ثمان سنتات أو هو ثمان سنتات بالنسبة للعراق بينما سعر الموردة من السعودية سيكون سنتين كم يبلغ هذا الفارق بالمبلغ نتيجة لما يستورده العراق من كهرباء من إيران بالتأكيد سيكون هناك وفرة مالية نتيجة استخدام الربط الخليجي وهذا الربط الخليجي سوف يجعل هناك أموال يمكن استخدامها في مجالة أخرى وهذه الخمسمائة ميجاوات عن ربط الخطين الخليجيين هو بداية للمشروع وعنه المشروع قد تأخر لأسباب معروفة للجميع لكن هي الخطوة الأولى التي سوف تخطيها الحكومة لإنجاز هذا العمل وكذلك ليس فقط أنه سيستفاد العراق من الربط وإنما سيكون العراق نقطة انطلاق لتجهيز أوروبا بالكهرباء بمعنى أنه سوف يكون العراق هل سوف نكفي العراق أول مرة؟ الله كريم بعدين أوروبا سيد السعيد كيف سيسهم هذا الخط الرابط هنا الخليجي؟ كيف سيسهم في استغلال العراق أيضا لثرواته الطبيعية؟ هل سيتم تصنيع الغاز عراقيا هنا أيضا؟ نعم هذه العقدة التي صار لها السنين لم يجد الحل المناسب خلال دولة العراق فإن المساعدات الدولية وخاصة الولايات المتحدة في التخفيف والمساعدة لغرض إنجاح استغلال الغاز بالتأكيد سوف يساهم فالطفرة كلش كبيرة من استغلالها في دولية الطاقة الكهربائية وبالتالي يخفف من العجز في الموازنة من خلال شراء هذه السلعة الستراتيجية من الدول الأخرى كنت معنا مباشرة من بغداد المستشار الاقتصادي والمالية سيد حازم السعيد شكرا جزيلا لك